نروح بعد كده لبطولة إفريقيا لشبات الكرة الطائرة والاستطاع المنتخب الوطني بتاعنا انه هو طبعا نحن نتكلم تحت هنا 21 سنة انه هو يفوز على منتخب الكاميرون واتكلمنا في البطولة دي بقالنا فترة وقلنا يعني احنا عايزين البطولة والشبات بتوعنا او يعني شبات الكرة الطائرة المنتخب بتاعنا عاملين شغل محترم جدا هما فازوا كمان بنتيجة محترمة 3-0 في افتتاح هنا مشوار البطولة بطولة إفريقيا المقامة بتونس طبعا بطولة محتربة جدا وتقيلة جدا خلييني يقول لحضراتكم الأرقام برضو النتيجة جات الأشواط كده 25-23-25-21-25-14 وبالمناسبة برضو منتخب الوطني لكرة الطائرة كانت توج قبل كده من كم يوم ببطولة إفريقيا للشباب بقى تحت 21 سنة فاحنا بنتكلم كريم شباب وشبات برضو لإستضافتها تونس اما اتغلب هنا بقى على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 فشغل محترم عن جانبين يعني دلوقتي حتى لما بتشوف رياضة مصر متقدمة فيها بتبتدي تركز بقى طب إحنا كشباب وكشبات عاملين هتلاقي ما شاء الله بجد هنا وهنا عاملين شغل محترم جدا أوقات كتيرة بتبقى الشبات هي اللي واخد مركز أول صحيح بس يعني بس برضو طبعا اللي بيفرحك أن أنت عالصا عيدين أنت بتبقى متقدم وعامل يعني بطولات واخد ميديليات فهو ده المهم جدا ده بيأكد أن فيه طفرة فعلا في الرياضة المصرية على الأرض بالتمنى شكرا بقى فئة معينة أو رياضة معينة فده أعتقد شيء يعني يحترم جدا ترجمة نانسي قنقر